بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع آخر إبداعات الهبد الوهابي يعني كلمة هبد لمن يتابعنا من غير العرب كلمة عامية تستخدم في من يخبط خط عشواء من يقول كلمات كبيرة في غير محلها أو من يخلط الخلة بالسمن بالزيت بالعسل وهكذا فيقول هذا يهبد قبل أن أخوض في ذلك الهبد وفي التعليق عليه أروي لكم تلك الحادثة التي يرويها ابن الجوز رحمه الله في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين حيث روى عن ثمامة ابن أشرس قال شهدت رجلا وقد قدم خصما وقد قدم خصما له إلى بعض الولاد فقال أصلحك الله أنا رافضي ناصبي وخصمي جهمي مشبه مجسم قدري طبعا الرافضة ضد الناصبي ضداني لا يجتمعان والجهمية ضد المجسمة ضداني لا يجتمعان إذن قال أنا رافضي ناصبي وخصمي جهمي مشبه مجسم قدري يشتم الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة على علي بن أبي سفيان ويلعن معاوية بن أبي طالب فقال له الوالي ما أدري مما تعجب من علمك بالأنساب أم من معرفتك الألقاب قال أصلحك الله ما خرجت من الكتاب حتى تعلمت هذا كله هذه حادثة رواها ابن الجوزي وأنا الحقيقة في تعاملي مع الوهابية كثيرا ما أحتاج إلى ابن الجوزي في العقيدة حيث ترد على تجسيمهم وفي الطرف هذا الإمام المبدع هو على فكرة ليس أشعريا وتلمس بعض الوهابية له كلمات يذون فيها الأشاعرة الكلام ليس محرر هو لم يفهم مذهب الأشعرية وهو لم يخرج عنه أصلا هو يقول مذهب الأشعرية مئة بالمئة ولا سيما في تنزيه الله سبحانه وتعالى قرأوا كتابه وإن شئتم دفع شبهة التشبيه بأكف في أهل التنزيه الآن سأعرض عليكم الكتاب الذي ألفه بعض الإخوة السلفيين اسم المؤلف محمد عبد الحليم عبد الفتاح الدار الناشر دار الحياة الكتاب ضخم هكذا اسمه فرق الشيعة أرسله لي بعض الإخوة في الزاوية هكذا في الزاوية كتاب المثلث مكتوب حقائق للتاريخ لننظر ما هي حقائق التاريخ وما هي فرق الشيعة العنوان هكذا فرق الشيعة معتقداتهم أفكارهم مواقع انتشارهم نفوذهم أبرز شخصياتهم ما لهم وما عليهم الحقيقة كتاب منظره يفتح النفس يشهي القارئ للقراءة ما هي فرق الشيعة يا ترى اسمعوا اسمعوا واو الإسماعيلية طيب الزايدية على فكرة الإسماعيلية ليس من فرق الشيعة كان من فرق الشيعة الأصلاة فرقة باطنية دعك من هذا باعتبار ما كان الزايدية نعم فرقة الشيعة معتدلة الإباضية ليست فرقة الشيعة المعتزلة بينهم وبين التشيع النسب ربما لأنه واصل ابن عطاء درس في مدرسة محمد بن حنفية ربما يكون له وجه الخوارج الخوارج الآن صاروا من الشيعة الاثنى عشرية طيب هؤلاء مركز الشيعة المارقة والحرورية المارقة والحرورية هؤلاء الحرورية من الخوارج طيب ماشي حديها العلويون والنصيريون نقول فيهم ما قال ما قلنا في الإسماعيلية إسماعيل أطرف الدروز ما علاقتهم بالشيعة الأشاعرة ويضع لك سيفا هكذا بفلقتين شاعة أو أشاعة الشيعة أنه سيف ذا الفقار وجاء الإعلام رسخه لا الحقيقة الفقار في لغة العرب مثل الفقرات فالسيف ذا الفقار لم يكن هكذا لم يكن مفلوقا في وسطه إنما كان فقرات متتالية هذا الذي جمع بين الأشاعرة عندنا في العامية يقولون كل عدوه بين عينيه وجعلهم مع العلويين والنصيرية ما الجمع بينهما يا ترى ما الذي يجمع العلويين النصيرية الملاحدة الباطنية بالأشاعرة ما الذي يجمعهم قضية رواية ثمامة ابن أشرس ومعاوية ابن أبي طالب وعلي ابن أبي سفيان هل عامة الوهبية يقولون بهذا لا ولكن المحاكمة العقلية فاسدة وإذا فسدت المحاكمة العقلية فيمكن لك أن تتصور وتتخيل ما شئت أقول ما شئت ما من أدوات العموم حينما كنت في مصر سمعت من بعض المصريين وهم يتحدثون عن غلات التكفيريين الوهبية ويقولون وهم مختلفون وهم مختلفون في السجن من الأكثر من أكثر كفرا فبينهم يعني خلاف وجدل علمهم وصلوا إلى نتيجة إلى أن أكثر الناس كفرا هو مهندس الكهرباء أنا ذاك قلت هذه مبالغة وهذا الشيء مستبعت كيف يكون هذا لماذا مهندس الكهرباء أكثر أنا أقول لكم كيف في جديد تعليل مهندس الكهرباء هو الذي يشغل مثلا المحاطات الكهرباء ومحاطات الكهرباء هذه هي التي تفتح السينما والتلفزيون وتنير للطواغيط على أحد تعبيرهم الطريق فهي التي تساهم في نقل هذا المنكر يعني لها وجه وجيه في العقلية الأخوية حينما جاءت داعش إلى سوريا كان من أهم يعني مخططاتهم التي سعوا إليها ولكن يبدو أن أجهزة المخابرات التي أرسلتهم منعتهم من ذلك تدمير سد الفرات لماذا تدمير سد الفرات لأن تدمير سد الفرات هذا الذي يحرك الكهرباء طيب يحرك الكهرباء إذن إذن وجدنا شيئا من التشابه في هذا تقول لهذه الوهابية يقولون بهذا لا لا يقولون بهذا الوهابية صحيح ولكن خسف المحاكمة العقلية بمحاربة علوم العقل واللا منهجية في التفكير ستؤدي إلى أشياء من هذا ولذلك كثرت تشضي في وسط الوهابية بنفس الطريقة يعني يا ترى السروري هل يرتضي الجامي أو المدخلي هل يراه مسلمان أبدا في أحسن حواله لو رأاه مسلمان سيقول هذا من الخوارج وكلمة الخوارج الخوارج كلاب أهل النار يعني الجامي سيرى والمدخلي سيرى هؤلاء من الخوارج والخوارج وهؤلاء ظاهرية كلاب أهل النار إذن كلاب أهل النار يعني ماذا يعني كفار الأمر الأمر يسير قد لا يقول جمهورهم بهذا ولكن بهذه الطريقة محاربة العقليات محاربة المنطق الجهل في أصول الفقه تشجيع الصغار على التأليف هذا هذا ماذا يساوي أطرف شيء الإخوة الوهابية الذين يعلقوا لنا أفحمكم وأحرقكم وأوجعكم لا لا ناتينا بهذه كنكتة دشرته على فيسبوك ودشرته على تويتر والناس انظروا التعليقات دهوية صفحته في فيسبوك وانظروا التعليقات هذا الذي يقول أنا أفغاني وأنا أتبرأ من دولتنا التي تزرع الحشيش لأن الحشيش عندها غير غير يعني سليم لنؤد إلى هذه النتائج الكارثية وهذا الذي أشياء من هذا القبيل المعلقون نحن نأتي بهذه الأشياء على سبيل الطرفة والنكتة ليس أوجعنا ضربة وكل ما تفعلونه هو يهدم مذهبكم سواء ردودكم ولذي ترونها مفحمة أو هذه الطريقة الغبية البلهاء طريقة ثمامة ابن أشرس التي رواها في قصة معاوية ابن أبي طالب وعلي ابن أبي سفيان والجهمي المجسم والرافضي الناصبي وحسبنا الله ونعم الوكيل